اشتركوا في القناة واخوتنا المتخرجين من دراستهم بعد تعب سنين أنا اليوم وياهم حتى نعرف قصتهم وقصتهم صارت واضحة للناس كلها يعني لا مسؤول اللي ما يدري ولا وزير ما يدري مستحيل لأنه حالتهم أغلب أغلب الناس تحدثوا بها لكن الحد الآن ما حد حل مشكلتهم الناس تسولف وتتداولوا موضوحهم بس ماكوا حل الحل مادر يم الفليسات الحل يم وزارات نمعتها طاقة وقدرة أنه تعين متخرج الحل وين يم السيد الكاظمي مثلا لازم يتدخر شخصيا بهذا الموضوع الحل يم البرلمان لازم يقرق قانون الحل لازم ندور تعين مثل ما أسمع بعض الأخوة يسولفون أنه يستمر هذا الموضوع وهذا النهج أنه الواحد من يتخرج ويتعب هذه السنين كلها يصفط ويقعد ومثل هالقاعدة هاي قاعدة هاي الشباب من ساحة الحرية وسط بغداد وتحديدا بالكرادة لا وتحديدا أمام مدخل رئاسة الجمهورية أو القصر وأمام مكتب ومنزل السيد عمار الحكيم وأمام الخضراء وأمام أنظار العالم كلها اليوم هنا هذا من بالاستدارة كلها شوف ما أعرف يعني اللي جاي يصير شنو وصلتنا بعض المناشدات وبعض الصور للأخوة قبل يومين أو ثلاثة ولاحظت هذا الصور أنه هذا الصور يعني كارثية احتداءات اللي مستمرة عليهم الضرب اللي موجود بما أنهم مسالمين ما عدتهم غير البطانية يشيلون لنفراشهم ويروحون غير مكان واختاروا اليوم هذا المكان بعد ما كانوا قرب المعلق أو الجسر المعلق يجينا إياهم حتى نشوف هذا الواقع شنو نسولفوا إياهم بكل تفاصيلهم ونرحب بهم السلام عليكم وقواكم والأخوان شوانك؟ شكرا الله يخليك شكرا لقناتكم قبل مجيئها لتغطية أشكرك جزيل الشكر والإمتنان نعم للتعريف نحن خريجي كليات العلوم السياسية من جميع المحافظات العراقية جينا ما يقارب قبل خمسة أشهر أمام مزارة الخارجية لطلب التعيين وفق مبدأ الحقوق تأخذ ولا تعطى حقيقة اليوم التظاهر كفله الدستور العراقي وفق المادة 38 والمادة 22 والمادة 16 وهي تكافأ الفرص بين جميع العراقيين لكن مع شديد الأسف لم يوزير الخارجية ولا وكيل الوزير ولا الدكتور أحمد الصحافة الناطق الرسمي باسم مزارة الخارجية استقبلنا في موضوعنا الذي جئنا إليه أمام الوزارة انتقلنا مباشرة بعد شهرين من اعتصامنا أمام مزارة الخارجية إلى ضوابع رقم خمسة لمقابلة السيد رئيس الوزراء المحترم اليوم مظلومية العلوم السياسية مظلومية تختلف عن مظلومية الاختصاصات البقية حيث مظلومية العلوم السياسية احنا مايشمنه غير القطاع العام القطاع الخاص مايشمنه لأنه احنا عملنا فقط في مؤسسات الدولة وتشمنه ما يقارب 22 مؤسسة حكومية هذا جانب هل هذه المؤسسات التي تقصدها 22 مؤسسة حكومية يعني وزارة مثلا؟ لا بوزارة الخارجية تحديداً هي حقيقتين نعلم ماذا يدور داخل وزارة الخارجية يعني وزارة الخارجية حالياً نطلق عليها اسم وزارة العوائل لأنه الوزارة الخارجية ما تعين واحد إذا ما عنده تسكية من حزب معين أو من مسؤول معين يعني رفيع المستوى في الحكومة العراقية وفي داخل الوزارة حقيقةً هذا نعلم به يعني ونعلم به من خلال المنتسبين المتواجدين داخل الوزارة يعني هذا الكلام هذا الكلام يعني نقلوننا يا أنه منتسبين داخل الوزارة الخارجية حقيقةً موضوع العلوم السياسية نفس ما ذكرت لك سابقاً مظلومية خاصة يعني أنه القطاع الخاص نهائياً ما يشملها يعني الدولة ربما هسه أبو القانون يعني يلقى عمله في المحكمة بالأضافة المهندسين أو الإدارة واغتصادة أو بقية الاختصاصات الأخرى يعني بما فيهم يعني حتى التربية معظم الاختصاصات ذكرت لك هكو قطاع خاص يقدر يمشي حالة يقدر يمشي حالة في راتب معين يعني قد يكون خمسمائة أو ستمائة ألف دينار لكنه أبو العلوم السياسية نهائياً ما يصير له جابب هذا الموضوع هذا الجانب الجانب الآخر العلوم السياسية حقيقةً هذه الكلية أفضل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لو صدها أفضل على وشك الاندثار حقيقةً اليوم كلية العلوم السياسية على وشك الاندثار من تسعيني هسا أنا أجاوبك على طول ليش بله ليش بل ضبط أنا ما حقول لك هسا ليش تاندثار العلوم السياسية في عام 2010-2009-2010 كانت المعدلات تصل إلى معدل السبعين الخمسة وسبعين تمام خمسين خمسة وسبعين سبعين حالياً المعدل يدخل في كلية العلوم السياسية 63 بالضبط السبب ليش السبب كلية العلوم السياسية حالياً من يتخرج الشاب العراقي قطاع خاص ما يشم له القطاع العام العفو مزدود أمامه فيلجأ الخريج إلى اللون أما للعماله أما العمل كان يشتغله سابقاً أثناء ما كان يدرس أما بالنسبة لبقية الإختصاصات لا قد يكون لذلك لذلك كرار فريد لذلك بس اسمح لي لذلك المعدلات في كليات العلوم السياسية أصبحت واطعة لأنه يقول لك أنا شأنكو أدخل لهذه الكلية وهذه الكلية ما بيها لقطاع خاص ولاقطاع عام في حين كلية العلوم السياسية من أفضل الكليات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنت 22 مؤسسة حكومية وأحنا ما احتكرنا كخريجين أو معتصمين حالياً أمام البوابة رقم 5 ما احتكرنا وزارة الخارجية فقط بالعكس طرقتوا باب منه طرقتوا باب منه وكرا رح ترطيك مجال لأن الجماعة هم لازم يسولفوا إياهم طرقتوا باب منه ووصاكم على شغلات أنه أطاكم أمل بيها تمام أولاً وزير الخارجية العفو وكيل الوزير استقبلنا وانطالنا أخذ القائمة مالتنا وسوفها بالأضافة اللجنة اللي مشكلها السيدة الكاظم التقت بينا داخل المنطقة الخضراء ما يقارب بيهم خمس ألوية أخذوا القائمة مالتنا والمطالب اللي تحتوي على عشر مؤسسات حكومية وهي الخارجية والأمن الوطني والدفاع والاستخبارات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وهذه الاختصاصات قريبة علينا بالأضافة احنا اعدادنا قليلة يعني من جميع المحافظات العراقية تواجدنا هنا 350 شخص يعني 350 شخص من يوزع كل 50 على مؤسسة حكومية ما رح نضيع بيهم ما رح نضيع في حقيقة مخجل ومحزن في نفس الوقت لأنه ما خلوا هيبة واحترام للشاب العراقي اليوم يثبت في بلده وينشط عمل بلده والارتقاء بيه لمستوى البلدان المتقدمة لكن نتضح علينا حقيقة أن السياسات التي تستعملها الحكومة العراقية برآساتها الثلاث وبنوابها هو تهديم عقول الشاب العراقي ثق حبيبي الله يبارك بيك شكرا جزيلا حياك الله أنا طبعا سؤال في كرار وبالي يروح من الأخوان خلنا نروح نتوكل نتوكل يومهم ونشوف شنو وضوحهم طبعا الأخوة على بداية ريوك السلام عليكم أخوان شوانكم حبيبي شخباركم أردى قعد بنصكم والله لا تسمح لي شوانكم زينين قواكم الله الله يسلمك الله يحل لك صاحب هنا عندك برجلة مصاب يعني الأقلبية الموجودين هنا نضربوا يعني مهندس هذا تقدير المهندس بسم الله الرحمن الرحيم صراحة يعني نحن حتى نوضح الصورة قبل كل شي نكوننا معتصمين أمام البابة الخامسة يوم الجسر المعلق صار من شهر الثامن ولا حد الآن معتصمين بصورة سلمية وحضارية ليش لأنه نحن ناس خرجين وناس متقفين وأكاديميين ونحترم القانون حتى المنتسبين والضباط نحن نقدر ظروفهم نقدر تعبهم ووقفتهم بالشارع فمتعاونين حتى نسوي أكل نطيهم يعني موين نطيهم أي أم مخفضنا أي فبصراحة يوم السالس عشر من شهر العاشر هذا جتنا قوة صبح يعني من الصبح فجر يعني مو كل شي الفجر وإنما بس بعد الشباب نايمين مباشرة يلا شي لغراضك يلا شي لغراضك يلا يلا هذا اللي لحق خذ جنت خير من على خير واللي ما لحق خذوها طبعا خذو صادروا الشغلات الشخصية يعني مثلا جنتة ملابسك بها كذا صادروا الفراشات مالاتني صادروا الخيم مالتني المواد الغذائي هاي اللي نطبق بيها حولونا للجزرة حتى تصير يعني دفعتنا سهلة عليهم ممثل ما أنت مثلا بالمتنزه بالحديقة تقدر تواجه تقدر كذا اي فمن الجزرة مباشرة جون بالعصي والتواثي ما أعرف يعني هزها يعدهم أوامر هم بهالموضوع هذي هم داي يقولون هم بعد يعني الله أعلم بعد حسب كلامهم يقولون احنا جايين عدنا أمر من مكتب رئيس الوزراء فضل اعتصامات هم يقولون هالشكل والله يعني هذا الكلام هذا سمحت منهم اي والله العظيم هم داي يقولون يا با احنا عدنا أوامر صادرة من مكتب رئيس الوزراء بفضل اعتصامات واللي يعني أثار عنه التساؤل عدي شنوي انه الاعتصام اللي هنا بالباب الخامسة تعرضوا هذا الشكل الاعتصام اللي بالعلاوي ايضا تعرضوا اعتصام امام النقابة هم تعرضوا فالظاهر يعني اكو فرد شي يعني مبطن يعني هذا الكلام والله هذا الكلام مو جاي اعتباطا يعني جماعتنا اللي نحن زملاء يمجسر العلاوي اللي محتصمين هم يتعرضوا واحنا تعرضوا احنا تعرضنا اي فالظاهر يعني الموضوع بي والله بي مبطنات بي من تحت العبايا على قولتنا بس هاني بصراحة اريد اقول لسيد مصطفى الكاظم ان شاء الله توصل هاي الرسالة اقول لانت الان رايح الفرنسا ورايح ان شاء الله زيارة الى بريطانيا والمانيا وان شاء الله ترجع بالسلامة بس اريد اقول لك احجاية شوية من تشوف ذيك الدول هم تحس يعني هم تخجل لو ما تخجل يعني يعني هم عندك مشاعر وتشوف يعني تقول لاني مثلا هسا مرات واحد احنا حقيقة حقيقة الانسان طبيعته من يشوف بيت محترم يتمنى هم يسووا مثله صح؟ يقول اتمنى الله سبحانه وتعالى رزقنا حتى يسووا مثله من يشوف لسيارة من يشوف لفرد حاجة يعني انت من تروح هناك وتشوف ذيك الدول وتشوف الاحترام وتشوف القانون يعني ما تفكر ما تحس يعني ما عندك مشاعر يعني هاي السوالة احنا نسولفها اذا ردنا نسولف في بلد فقير يعني هذه القصص اللي تشوفوها وهذا القاعدة تحياتي لك يا طيب حبيبي رحمه الله ديكم هذا الصور ما تلقاها بكل دول العالم ما تلقاها لانه اكو قانون واكو خصوصية اللي للخريج واكو خصوصية للانسان ما هسا مو خريج بس خصوصية للانسان انه يكون بظرف مثل هذا الظرف هذا الظرف صعب هذا الشباب المفروض هم اللي يبنون وطن المفروض هم اللي يوقفون وقفة رجل واحد ويحافظون على بلده بس اذا مشكلة انه المشكلة هكذا يقابل وهكذا يعامل بهذه الطريقة بهذا الاسلوب خلي نسميه الاسلوب البشع لانه هذا بشع من تتعدى على ناس من تتعدى على مواطن انه سوى انه يطالب بحقه تشوف بهذه الطريقة بهذه الصورة تحديدا للأسف لانه هذا فطرة الانسان فطرة الانسان حبيبي حياك تعال فضله فطرة الانسان لما يكون على طبيحته وفطرته انه ما يستقبل هذه الكلمات الخادشة مثل ما قال الأخ ما يستقبل فطرة الانسان هذا مو بكيفة بعدين انت تقابلهم بهذا العدد الهائل اللي سيارات واجراءات وعدة وعدد وإلى آخره هذا ما ممكن انه يكون بالعراق وتحديدا في هذا المكان هذا المكان انه الناس الطالب بحق والطالب بصوت ولذلك انه لازم يكون اكو مراعاة لهذا الوضع اكو مراعاة لهذا الشئ لانه ضرورة جدا ضرورة جدا انه تسمع من الشاب تسمع معاناته مش شاب هي هم ورطة وطرقاعة مثل ما يقولون هنه يطلع عن الطريق يروح بين الرجلين احنا بصراحة ما نشجع على هذا النهج وهذا النحو بالتالي هذا درس تعب وعرف وعنده ثقافة معينة وما ممكن انه يروح بالاتجاه الغلط شونك يا حبيبي قواك الله شو وصحتك الحمد لله ان شاء الله شون مورك الله يسمى الحمد لله مرتاح ان شاء الله ان شاء الله شنو هندس مدني جامعة جامعة ذيقار جامعة ذيقار حيارك الله أهلا مسأل بيك نواب ذيقار وين عنكم والله ولا وسطان ولا جون أبدا بس بالانتخابات يجون هالسكل شمع من الناصرين من الناصرين قضاء الغرار عدكم شركات وعدكم استثمار وأكو شركات نفطية تشتغل ومثل ما يقول المنطقة لكم منطقتكم اش عجب ما اشتغلتوا بيها وانت مهندس ونخلص رفاية الدرجات وين جاي تروح ما اتري الشركات تجي شركات بس ما جاي نشتغل بيها نجيبون ما اتري مني الأجانب ما اتري مني الواسطات ما تصنى ما تصنى اي توزيحها شون يتم محسوبية شترونها أوراق 17 ورقة 50 ورقة اه يعني تسمع بلا سعار اي اسمع بي توصلش قد تقريبا تعيين بالنفط بالشركات النفطية اللي موجودة والله اخر فقر قالوا بحدود الدفتر بعو الدرجة دفتر اه تشتغل وياهم بدفتر اي يعني تشتغل دفتر تدفع دفتر تزادك دفتر ما انتماتعين والله مصيرة اي سب الخير اثير امر حبيبي اثير اثير اللي امكين البارحة وشفت او البارحة هذه الأيام خصصا انه بعد ما قابلوكم والأخوة القوات الأمنية بالرد يعني بصراحة بذاك الوقت شنو كان احساسك بهذا البلد يعني فقدت العمل يعني وكأنه أنا غريب مو أنا أبد مو من هذه المنطقة ولا من العراق تحياتي لك حبيبي الله يبارك بي هنا الأخام الله يساعدك حبيبي الحمد لله على السلامة شو وصف تخويه الله يساعدك الله يحرضك احنا ناس مثقفة جاين طالب حقوق تعيينه وتعيينه حق شرع ودستوري ها كده شوف هاي هاي رجلينات وعد يورد هنا مكسروا قاعدة ليش حرام والله حرام والله حرام ما يصير يعني هاي مساءت مساء صارنا سنة بالشارع سنة بالشارع ماحد ما يطلع ونا ماحد يباوع وانا يقول محتاجين ما محتاجين يعني حرام والله حرام نترجى من دلت رئيس الوزراء نشوف انه حل ينظر لنا بحل من الترجل جئت الاصلاح جئت مساحات العتصام مساحات التظاهر احنا ودلساحات التظاهر احنا ساعدناك ساعدنا ونقف وياني والله الكريم والله يكون بالعون الاسم بالخير انا يحنا نرقيس يمثل عصامات كافة اخصاصات الله يبارك بيك استاذ استاذ احمد اخوية ما قدلتم من تظاهرون نشيلوني لكم شيلوا سلميين سلميين يعني اردفتهم نشيل ان شاء الله نشيل العلم العراقي فقط وشهادتنا هذا سلاحنا علم عراقي وشهادتي هذا سلاحي لا ادي شي شي لا ولا اغير شي الله يبارك بيك الله يحفظك حبيبي الحمدلله على سلامتكم هذا يعني هذه والله صور مؤلمة مؤلمة يعني والله كارثة اطين لقطة عامة عنهم بالله علاو انطين لقطة عامة عن وضحهم بالله هسا منه اللي يقبل ضمير منه يقبل انه شباب بعمر الورد انا ما اقصد انه بس هذه الساحة لا انا اقصد اللي خريجين بشكل عام اقصد المهندسين بشكل عام اقصد اصحاب الشهادات العليا بشكل عام هذه الصورة اللي امامكم الان يا بلد ويا ضمير يرضى بيها انه ناس قاعدة بدون امل وبدون بدون انه واحد يسمحهم للأسف هذا الظرف صعب وهذا الظرف هو يوصلنا لنتائج ما يقبلها لا المنطق ولا العقل اللي يقبلها السلام عليكم شون ست شخبر ان شاء الله الله يبارك استاذ احنا نطلب من قناتكم ان يتوصل صوتنا لان احنا حاليا حد هسه صارنا شهرا مع تصمين بالبوابة الخامسة قرب المنطقة الخضرة قريبة جسر المعلقة واي جيت لكم ويمكن هاي ثالث مرة او رابع مرة واشوفكم هناك استاذ احنا يمكن هاي تاسع قناة تجيني ولا قناة وصل صوتنا سيد الوزرار مصطفى الكاظمي مجموعة خريجين مع تصمين بالبوابة كافة الاختصاصات وقانون وهندسة الهندسة اكثر عدد بس من كافة الاقزام مدني ميكانيك طرق يعني كافة ومن مختلف محافظات العراق يعني هسه احنا اليوم ما جايين البنات يومية تيجي كوسترات من كل المحافظات ناصرية واصف حتى من البصرة اكو بنات يجون انطالب حقنا بالتعيين يعني الحد هنا اوكي احنا اعتصامنا شهرين بس هذا الاسبوع ثلاث مرات اتعربنا للقمع على مود يعني حتى ما يعتصون ولا يطالبون بحقهم الغريب بالموضوع انهم يقولون احنا من المجلس جاينا من مكتب رئيس وزراء هذا الحشي اللي داير بناتكم وهذا الحشي سامعين انتم من هم القوات قصدك جايين من مكتب رئيس الوزراء هذا اللي سمحتها قبل شوي والله هي القوات يعني اكثر من نوع من القوات اجدت بس ما نعرفوا منين قوات الشقب وقوات الاتحادية همين يعني كلهم متفقوا طردونا بالبداية منك جابونا لحنا يعني ليش المهندس والخريج من يطالب بحقه يضيقون الخناق علي ليش يعني وين نروح هنا يعني هس اكثر واحد بيهم عمره 28 سنة 29 ولا تعين لا زواج لا بيت يعني وين يروح بهذا البلد اذا من طالب بحقنا وين نروح يعني انا من الناس قدمت على الخاصة يشمرون الورقة انت بنيه ما تفيدين واكثر من ممكان الولد متعين حتى لبنائي الولد يعينوهم بالقطاع الخاص بس بزايد تلاث سنين وينهون عقده ويقولوا له الله وياك بالاضافة لانه راتبهم قليل يجيبون عامل من بره راتب عشر تالاف دولار والولد العراقي المهندس اللي تعبان على نفسه راتب الفين دولار هاي يعني الشركات الزين يعود ينطون الفين دولار ويداروا بس باقي الشركات يطردون يعني بالعلن يطردون زيني هنا اجينا احنا نطالب بحقنا ليش القوات تضرب بالولد ليش يعني احنا جاينا نطالب بحقنا وين نروح يعني زيني حكومة السيد الكاظم يعني العام انطلقت المظاهرات وغيرها والرئيس وقالوا على اساس انه ستة شهر هذا الرئيس نجربه ستة شهر ووراها اعتصموا زيني الاسم الخير الاسم الخير اسمي هودا هستتي سولفت اللي عندك خلي سولفان هم وجهة نظر اخرى يمكن واحد يسمحها هس اللي يشوفني يقول يا با ترى الجماعة طالبون بتعينات ووضع البلد منهار وماكو اقتصاد ووضع تعبان جدا اقتصادي زين انتم تستمرون بهذه المظاهراتكم لو تقدرون الوضع العام ويتقعدون فترة شنو نسالفت يجينا اي احد نائب مسئول يتكفل بهنا يقول يا با هاي اوامركم الادارية وروحوا شوكت ما يتحسن وضع البلد انه ننطلق لكم مباشرة وانباشر الريد تعيين باي مكان يعني المهندس برأيك مو باي مكان نتعين مو حتى المستشفيات بيها بيها مكان خاص للمهندسين مهندس الكهرباء ومهندس الكيميا وكل مكان حتى بالمحكمة أكو مكان للمهندس بس المهندس هسه مكانه وين نقاعد بساحة بساحة الحرية ونعتصم على يا ساعة احنا ليش هنا نجي البنات حتى ليضربون الولد اي والله يا اتي وسلام إليك عزيزتي سيد هدى اللي أنا طلبه منك طين لقطات عام عمر العفو علي هذه الصور وهذه اللقطات هذه اللقطات مثل ما تلاحظون وبعض الأخوة اللي موجودين الآن متواجدين بهذه الساحة لأهميتها وبالتالي بالتالي الآن مثل هذه المعاناة حبيبي شونك يا طيب شيخ بارك ان شاء الله زين هذه اللقطات وهذه الصور هذه اللقطات وهذه الصور اللي تلاحظوها من أمام المنطقة الخضراء وتحديدا البواب رقم خمسة مثل ما سولوا فهو الأخوة وبالتالي انه هذه هي واحدة من معانات اللي مر بيها الشاب العراقي الله يساعدك وحب ونك سيد أحمد شخ بارك شو نصحتك الله يحفظك ان شاء الله بخير ان شاء الله زين تقديم ويانا في نقل معاناتنا زين سيد أحمد ممنونك ممنونك اليوم مظاهرة واعتصام الخريجين الثلاثة الأوائل اللي تعرف طول حوالي أربع سنوات والقانون باقي دون أنصاف دون حلول فبالفترة الأخيرة أصبح القانون مغيب تماما وحرف عن طريق الوزارة التعليم العالي انه تم تعين الثلاثة الأوائل أو قرار أصدر لتعين الثلاثة الأوائل بالسنوات الأخيرة دون ذكر السنوات السابقة وقانون 67 هو يشمل جميع الخريجين الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية في الجامعات العراقية وحاليا وجدنا أنه الفرصة الوحيدة أن الاعتصام سابقا مثل ما تعرف مظاهرات دورية فمعتصمين نحن حال بقية الشرائح وعسى أن نطلب الاستجابة والأنصاف القريب من السيد الكاظمي والقرارات التي نسمعها مؤخرا كلها مدى صب بمصلحة الشارع ومدى صب بمصلحة الخريج ولا حتى الأوائل يعني اللي هم متربعين على عرش الكفاءات وبالتالي الظلم أصبح متراكم ومتعاقب وشيء يعني يغصف القلب فاللي نريد أن طالب سيد الكاظم أن طالب الجهات المسؤولة التنفيذية العليا على الجمهورية العراقية أنه تقدم حلول جذرية وسريعة لأن استفحل الموضوع وطال وجاء تتراكم عندنا أعداد من الخريجين الأوائل خلنا نسوله بالحلول مو بس المعاناة نسوله خلنا نسوله بالحلول حتى اللي يسمعنا يقول والله والله خوش هذا حل ممكن يمشي به القانون وانتمشي به الدولة شذر الحلول اللي حاطيها أنتم الحلول اللي احنا عدنا هي تقسم إلى ثلاثة الأولى أنه التعين المباشر على التعليم العالي والثانية أنه يتم تعين الخريجين الأوائل بشكل مجاني زيان مع وجود شرط جزائي أنه لو أصبحت الموازنة العراقية تكفي أنه ترفق لهم الأصدارات المالية هذا الحل الثاني الحل الثالث أنه احنا نشمل جميعا على القطاع الخاص وموجود عندنا دراسات جدوى لكن عليهم أن يقدموا قروض ويقدموا حلول فاحنا أعتقد جميع الحلول على الصعيد التعليمي والاقتصادي والالتجاري احنا طارقيها ويعرفون الجماعة الحل الثاني اللي هو أنه داومون بدون فلوس بدون رواتب هذه تشوفها معظلة أنه شون تضمن لي أنه هذا العدد وشلون الدولة تقدر تضمن لك أنه هذا العدد هو راح يكون موفق بعمله ويمشي نوع بالاختصاصات وبالوضع العام شون تضمن لأنه جماعتك على الأقل شون بالنسبة لهذه الحل هو هذا حل قدمتها الرابطة بالاتفاق الجماعي وي الخريجين الأواء اي نعم الريد احنا مجرد الحق العام اللي هو الواضح أنه يكون احنا استحققنا على التعليم هذا إذا وضع في مكانه خلاص احنا بقت الإشكالات البقية المالية مثل ما قلت لك احنا الريد عقد مسبق شرط جزائي مسبق أنه يكون بالاخير الخريجين الأوائل رواتبهم لو الموازنة رجعت على راحة الوقات التقشفية فتستعاد جميع حقوقهم يعني هو ليس تنازل عن الحق وإنما خدمة للدولة واعتقد حتى ماكو دولة بالعالم مقدمتها لكن احنا كخريجين أوائل نشعر بمسؤوليتنا بهذا الوضع فنقدمها كحل للدولة وكذلك أن نضحهم بين المطرقتين أنه نقول لهم يعني ما الذي تبتغونه إذا كان هذا الحل نفسه ما يرضيكم فأنتوا بالتالي تردون تغيبون الحقوق وضيعوها دون حتى تبرير منطقي وعقلاني وموزون يعني هذا أقصى شيء يمكن يقدم الخريج ولا الأول وقتوا تعتبرون أمام العالم ظالمي حتى لو قبلتوا بهذا الشرط لا أذكرك في السنوات الماضية أنا يمكن مرافقكم أكثر من مؤسسة إعلامية أو من زمان وياكم منه اللي دز عليكم وقالكم يا بتعالوا خلن نقعد ونمشي وضحكم من ذاك الوقت لليوم لا أحد أبدا نقابلنا الجميع شوف المفارقة وين سخرية الأقدار أن نقابلنا الجميع ولمدى ثلاث دورات وياهم مرافقهم بالانتخابات بالدورات اللي السابقة والدورات الحديثة الجميع يقولون إحنا راح ننصف وراح كذا تلانتخابات فيما لا فيما لا وإحنا ما نريد يعني نذكر أسماء خوفا أن لا تعود على القناة لكن أقول كل السياسيين ورؤساء الكتل تحديدا زيان بكافة الطوائف وكافة الإشكالات وغيرها أعتقد ماكو محافظة طبعا أستاذ أحمد إلا ما إحنا رحنا لها كرابطة وكممثلين من كل المحافظات نروح للمحافظات نفسها نوابها ومحافظيها نقابلهم زيان ريد حلول من عندهم ونطرح جميع اللي عندنا يعني خلي نقول إحنا جاي نشتغل أخطبطيا على كل جهات وكل جهات هي معرقلة ومعيقة لكل ما نسمي متقدم وإنما حل حله الحل حله ماكو للأسف هذا اللي جاي يصير تحياتي وسلام إليك وأتمنىكم التوفيق والاستمرار بمطالبة بحقوقكم ألف تحية وممنونك جدا أستاذ أحمد تحياتي الأخوان طبعا الأخ كفة ووفة عن كلامهم لكن هي القضية قضية الكل يعني هذه مو قضية شخص بحذ ذاته هذه قضية عامة ولازم يكون بيها بيها إجراءات لازم يكون بيها قرارات لازم تكون بيها اتخاذ بعض الخطوات لخروج من هذه الأزمة هذه بصراحة أزمة لأن هذه أزمة ما تنصف للخريج ما تنصف المهندس ما تنصف الخريج بشكل عام وما تنصف الأقسام البقية هسه إذا ردنا نسؤل فعلا وضحهم يا بليش ليش ما يشتغلون مثلا شغلوا الناس بالمعامل عادة عادة هيكلة المعامل وشغل الناس بيها أنا متأكد متأكد اللي عنده شغلة مش وضع بيها واللي ما عنده لا والله ما يقدر حتى ما عنده كروة يجي من المحافظات هواي ناس من المحافظات يتزول لمسيجات وهواي مواقف الصير لكن المشكلة أنه يقل لك والله ما أقدر أنا بعد يومين عدي أنا عمالة أريد أشتغل عمالة أطلع عمالة اللي عنده ديشمبر ممشي حالي لذلك نشوف هسه الجيل الجاي اللي هو هسه حاليا بالابتدائية وكثيريتهم يبطلون لأنه يقل لك أنا ألم أن أتخرج وألم أن أتعب خليه شوف لي مصلحة أشوف لي مصلحة حداد نجار أشوف لي مصلحة أنه أمشي وضع بيها أفضل من ما أدرس وأتعب وبعدين بالتالي أصير مثل الجماعة أصير مثلهم وحالي حالي ما الله يساعدهم أخوان شوانكم شباب شخباركم إن شاء الله زينين حبيبي شوانك شوان صحتك يبارك بيك الله يبارك بيكم موسيقى شلو وضحكم قوي طرقاعتكم شون نسالفتكم موين حاليا بالنسبة أول شي بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لإعتصام البوابة الخامس اللي يشمل القانون الهندسة كافة الاقتصاصات العلوم السياسية لدار الاقتصاص مصطفى علاء جاسم أمر حصري من دولة رئيس الوزراء إلى قيادة عمنات بغداد اللي يقول فضأ اعتصام البوابة الخامسة بالقوة شاء وأم أبو يعني حقيقة أكثر من علامة استفهام اليوم على تصرفات حكومة السيد مصطفى الكاظمي تخبط بالقرارات بالنسبة لمجلس الخدمة الاتحادي والرابط اللي ينزلوه بينقص كليات بينقص أيام نعرف اليوم القرار اللي يصدر من الدولة يعاني من تخبط بقرارات كيف أنت رئيس دولة اليوم تقود دولة مؤسساتية القرار يصدر يتغير القرار يصدر بينقص أشياء من أعرف يعني الموضوع جملة وتفصيلا قرارات تخبطية قرارات غير مدروسة قرارات غير صائبة الكلمة اللي نسمحها اليوم ما تقدر تاخذها يا سك أمان مواطن بسيط ده طالبك بالتعين قول لي روح ماكو تعين ليش تقمعني أنت دتعيد لمشاهد 2019 وكأنما أصبح هذا كرسي رأس الوزراء لعنة اللي يقعد عليها ما هي توفق شون اللي سويته نتمنى أنه يطلع ويواجه هذا كلامنا ترى موعب قادة الدول العالم دتنزل المواطنية بالشارع يقعدون تمن تطلع والعجلة تتوقف والشوارع تنقطع والأبردات ذبها تنسمح حقك ما راح تحس بالشعب ذاهج تشوفها أنه أنت تعرف صحة هذه الاتهامات كلام ضباط نقلولي يقول لي الأوامر إجدتي من دولة رئيس وزراء القيادة عمليات بغداد يوم الخميس الساعة بالوحدة بالليل على اساس يفضل الاعتصام كم ضابط تولى الموضوع قال يا بذولة محافظات خطية هسذا نطبع عليهم ونقمحهم ونطلحهم وين رحون حتى سيارات ماكو فخلونا للصبح طلعونا من هذا المكان أنه بعد ذلك رجعني فد وقفة تضامنية تعرف أنت اليوم المكان هو عامل مهم ليصال صوتك كاختيارة السواب القانون ده يقول اختار المكان شحرني وطلع علي أشياء هي ما موجودة أصلا جيران وما أعرف شنو وحضرت جنابك أنت ما مرتدي ملابس وديتفتر بين العوائل في الكلام غير لا أصلا أنا ده أقول لك ما عندي أي هدف غير أنه عيني خليني أرجع هاي القرارات التخبطية واللا مبالات للشعب ترى أنت لا تقول أنا قاعد على كرسي الشعب هو مصدر السلطة إحنا اللي نفرض مو إنت وإحنا اليوم على مسافة وحدة وياك سمع صوتي أنا منعلق الصورتي صح دعمك بس بعدنا على خطوة وياك على مسافة وياك أنت إلي لو الغيري بس أنت اليوم من تقمعني ده تقول لي معناتها أنت مو ياي معناتها أنا مو يمك وعودك وين العراق أولا وين شادي ولا ولد العراق ولا ولد من ولد فرنسا ولد بريطانيا ولد العراق ذو لا أنت اليوم تقمع ولد العراق مو هي المشكلة تدري شنو أستاذ العزيزي المشكلة اليوم لو أنا طالع مخرب لو أنا طالع في الدعمتني جهة حزبي عسبك مو كيف اليوم أنا طالع تحسق في الدستور والقانون وبمطالب حقه هذا بالنسبة أنه اليوم أنا أحكي لك كقانون كخريجي كلية قانون اليوم إحنا أعرف بالقانون شكرا لكم بالعون وهذه الكلمات والله هي رسائل تحزب القلب تفضل تفضل عين حياة شلست أحنا سولفنا هواية بتفاصلكم خلنا نوقف هنا وتفاصلكم هي أنه سوى تطالبون بحقوق وهذا الحقوق لازم أنه تكون مسنودة من الدولة وتوفرها المفروض لكن اليوم الدولة تقل لك تمرم الظرف والظرف هذا اقتصادي الظرف أنهك البلد وتعبه وبالتالي أنه صعبة صارت الفرصة أنتم شون شون بقراراتكم شون يعني شون رايحين أولا بسم الله الرحمن الرحيم نحن خرجين كلية القانون من بغداد وعدة محافظات نحن صلنا باعتصامنا تقريبا قرابة شهرين أو أكثر اعتصامنا سلمي ما عندي اليوم أنا جاي الاعتصام ما عندي غير شهات إسلاحهية للسلح بيها راية شايريها عالم العراق وهتافاتنا بصوتنا لنوصله اليوم نحن نواجه قمع من قبل رجل قانون اللي هو نشدناه كرجل قانون أنه ينصفنا نشدناه كأب ينظروني بنظرة العطف لأبنائي لا واجه يعني لا طلعنا ولا قالها شنو يعني شنو مطالبهم مطالبنا واضحة وصريحة أنصفنا بالتعينات الريد تعيين أنا دراسة 16 سنة دراسة دراسة صعبة جبناها بالضيم بالضيم هنوصلوني وصلنا مرحلة الريد نجنث مرة تعبنة يعني إلى متى أنا أريد أشوف تعبي أهلي بالضيم أريد أشوف أريد أشوف هنوصلون خيري أشوف نعوض لهم تعبهم يعني قراراتهم متلقبطة ما بها أي عدالة ما بها أي أنصاف حال حال البقية نحن شننا متأمنين بي خير بس طلعا أنه حال حال البقية أول نقول قرارات الدولة تمنوا باقتصاد ووضع سألت تشنو اقتصادي اقتصادي نزيل لشكر سنة يفتحون تعيينات للصحة فتحون تعيينات في الدفاع سنة من السنين موازنة وحدة خاصة وهو البقية لاختصاصات نحن نستشنو إلا حول الصحة لو رح بالدفاعان رح أشتغل يعني هها موضعية سنة من السنين وإحنا قانونيين حقوقيين حتى محاميين يقول وين ننتج لا نقابة تنصفنا لا أكو جهة تتبنانة لا قطعة خاص حتى أكو خاصة بهاي الأزمة والكورونا والأوضاع اللي ده صير أول ما يتأثر هو القطعة الخاص خاصة نحن عدنا هويامان نقابة محامين قعدنا من شغل قعدنا ما أكو وين نروح ناس دادبون متنا من الجوع الريد نعيش بعد أكثر من هذا نحترف به شنو يعني بس الريد أنصف هاي يجي يوم واحد بس يطلع عدنا يشوف شنو مطالبنا يعني شنو شنو در ريدة ما رايزين شي تعجيزي مواصلة مواصلة المكتبة هو يوصل له بس يعني يومية بدولة يومية بسفرة يعني يروح للخارج ومساعدات اللبنان وللسودان وزي ينوح نقدامك تعالي هنا قريبين طلع عنا شوية دزلنا أحد يشوفنا شوف شنو مطالبنا موز ترى مطالبنا موتعجيزية هذا حق كفل الدستور إني إحنا إحنا التمرزمين توفروا لنا إياه يعني إذا أنتم ما توفروا إحنا وين نروح إحنا هاي كفاءات هاي بالشمس تضرب بينا طالنا شهرين والله احترقنا حرق الناس ناصرنا مضحكة للناس المضحكة الرايح والجاي الرايح والجاي الشمت بينا قاعد ينز ما ملقوا وإي شي رح يرقمعوهم رح يرجعون للبيت يعني إحنا شنو بعد أكثر نستوي مع الأسف هاي الشهادات اللي هنا دا ياصلون شكرا حياته السلام حلو بيكم وسلمكم تعال حبيب تفضل تفضل هي القصة شونا والقصة هذه الظاهر ما تنتهي لأن على قولته هنه يقولون ما لها معرف استاذ عيون طبعا احنا نحن مع تصمين تارينا تقريبا من 50 يوم تخرجي القانون طبعا احنا نخرجين كليات عراقية على ساتذة عراقية وتخرجنا من شهاداتنا عراقية وجاينا تظاهر بعراقين وعنا عراقين استاذ اللي صار وعنا يعني احنا تظاهراتنا سلمية الى ابعد الحدود يعني احنا بالاخص طلاب القانون جاي نلتزم بتعليمات وتنسيقات الجهات الامنية فوقفوهي سوهي منلتزمين بكل شي يعني ما عدنا اي قصور وياهم سوينا حملات الصبغ الشوارع حملات الكل شي الحيد ما شاي لونه يعني من المكان احنا موجودين بي استاذ احنا مطلبنا يعني انا اتخرجت اريد تعيين منك يعني ما طالب فيشي مطلب صعوب او حلم هو بالحقيقة صار حلم احنا تعيين عدنا يعني انا اتخرجت بعد هذا التعب السنيني اريد تعيين منك زي انت منتقل لي موجودة 250 درجة وظيفية منتقل لي انا اسوي لك مشاريع علما هاي الوعود الكاذبة ذات ما تقدر سوي هالشي ما احنا كمحامين وقانونيين الحماية القانونية ما لاتنوين ادعو اصلا هم وقفها من هذا الوضع اذا انت منتسب للنقابة وعد لك باج النقابة النقابة وينها عنكم استاذ النقابة راسلناهم ما اذكر لك اسمائي الاعضاء بس انا راسلتهم شخصيا يعني يشوفون يشوفون الرسائل ما يعني ما اي رد منهم اي رد منهم اي وقفة منهم ما اكو اي استنكار منهم ما اكو يعني عبالك يعني استاذ بعيدين كل البعد عننا ولا كأنه احنا عندنا النقابة ننتمي لها بس النقابة مو موضوع احنا يعني النقابة يشتقدر ايه النقابة من يكون موقف من النقابة يصير موقف اقوى يعني موقفكم يكون اقوى واصل احنا لا وقفة نقابة ولا طلع عنا اصغر مسؤول حتشويانة فهمنا قاعدو يعني يعني اي بد ما شفنا هاي الشي يعني لوجهنا احنا مسؤول طمننا بكلمة وحدة انا ما واقف وقفتهاي وانا ما متوازع انا بالبرد وانا مع العيش بلقاء كلها مبلي ورطبة اليل كلنا احنا كاتلنا البارد وابنفس الوقت خايفين الشغب متجمعين فوج الطوارئ باي وقت يطبلك لان احنا قبنا ما نمنع اليوم طويل فترة الاعتصام مانتنا ماكلين وشاربين ويانا صار بيناتنا شون يزادوا منح واصدقاني فاجئن قلبه وقلبه والله تحاجي يقول لك اوامر الوامر من جاي تيجي قل لك والله ما عرف اوامر لازم نخلي المكان مات ازي يعني تحز بنفس اي شخص يشوف هذا المنظر انا امكان اشوف المناظر يومية اشوف هذه يومية اشوف هذه المأسات اللي موجودة وبالتالي هذه المأسات اذا ترجع لها هو ليش هستيقلك واحد يسمعنا يقول ليش يتدبون اللوم كله على الحكوم وعالدول لا اكو قوانين اكو قوانين المفروض تكون واضحة تكون واضحة امام الناس تكون واضحة امام مجلس النواة مثلا يتم تداولها تكون واضحة للناس اللي عايشة بهذا الظرف ظرف صعب الناس تقدر الظرف الصعب وهو من اللي يتأذى بالظرف الصعب غير هذا المواطن الفقير البسيط اللي ما عنده اللي ما عنده شغلة يشتغلها من اللي يتأذى هس اقتصاد البلد وملياراته هس صارت صارت عزيزة مليارات البلد اللي راحت سنين سنين راحت هاي الدول كلها عايشت بخير العراق هس راحت المليارات لانه الجماعي الظاهرون لازم نقمحهم ولازم نضربهم ولازم نفلسهم ونكسرهم ليش وصلتوا الناس لهذه المرحلة هذا المواطن من يشوف هذا الغبن وهذا الاجحاف في حقه وهذا عدم المبالات اللا مبالات إلا ش تريد يصير يعني شاب ش تريد يصير موحل جاي نشوف القصص اللي يومية اللي تداول ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها والناس سول فيها وفلان قتل وفلان قتل جهالة وفلان مدرس سوت وهذا الاجرام ليش صار انه فكر الناس ما بيغير الاجرام لانه ما عنده وسيلة ولا عنده عمل يلتهي به فلذلك انه يفكر بالاجرام وغيرها رسائل هذه رسائل ترى مو هينة انه مو بسيطة انه واحد يسمحها ويدير وجهه ويروح لا هذه رسائل لازم تنسمع ولازم بيكون بها اجراء عموما تقبلوا تحياتي انا حمد الركاب والزملاء اللي رافقون اليوم المصور علي فلاح ومساعد المصور عمر نشوفكم باتر بخير وسلامة الى اللقاء اشتركوا في القناة